بسم الله الرحمن الرحيم لازم يكون فيه دقة في توصيل المياه إلى الزمامات بمواعدها المناسبة انت عندك جدوى المناوبة لازم يكون فيه التزام شديد لان ده بيرتبط بمعاملات زراعية مختلفة منذ بدء الموسم وانت بتتكلم مع الفلاح بنشوفه بيقولك اصلا ما ابتدتش الزراعة لان الميا جات بعد ما استلمت او ما لسه ما استلمتش السماد فهو الراجل عنده توقيتات ما يقدرش ان هو يتحرك الا من خلالها على مدار الموسم احنا دايما بنطالب في ظل التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة الشديدة ان يكون فيه رأي بكميات معتدلة ومناسبة نحفظ بها على المحصول اذا كانت الميا مش وصلة للرجل ده هيعمل ايه؟ هيبقى في ازمة حقيقية وبشوف المزارع وهو بيكلمني يقول لي الحقنا الميا ما وصلتش كلمنا المهندس الموظف المسؤول عن المنوبة ما فتحش البوابة مثلا فانا بطالبكم ان احنا كلنا نبقييد واحدة لان الموسم ده موسم ليه خاصية قاسية شوية على المحصول محتاجين عناية وده بيرجعنا للنقطة اللي بنتكلم فيها في هذا التوقيت وهي تحديث الرأي على مستوى الجمهورية مطلوب مننا كلنا لان ده هيساعد على استقرار الرأي داخل الاراضي الزراعية هيساعد على الانتظام والالتزام بموعيد المنوبة هيوفر لنا كميات مياه كبيرة في نفس الوقت انت كفلاح مطور المياه اللي بيشتغل لساعات طويلة وبتستهلك فيه كهرباء او سولار هتقلل من استهلاكك هتقلل من نفقاتك بنتكلم على زيادة فيه الانتاج بسبب القضاء على مشاكل كتيرة جدا زي اعفان الجزور او الارض عندي مطبلة لو جينا نتكلم على تحديث الرأي هو مش معقد انت بالعكس انت بتتكلم على شبكة الرأي بالطنقيت وفيه نمازج ناجحة جدا للمزارعين صممت ونفزت وركبت الشبكات دي عندها وادرت ان هي تنجح النهاردة وزارة الزراعة من خلال جهاز تحسين الاراضي ومن خلال معهد الاراضي والمياه بتقدم لك هذه الخدمة مجانا انت تقدر تنفز وتصمم الشبكة بتاعتك بالتواصل مع جهاز تحسين الاراضي او معهد الاراضي والمياه كل المشورة الفنية دي مجانا حيعود بالنفع على قطاع الزراعية وحضرتك اولهم كمزارع الموسم الصيفي بيحتاج متابعة وعناية ورعاية بنتكلم على الاسمدة وطوفرها في الجمعيات حضراتكم بتكلموني كتير وبنشوف ان في بعض الاماكن بيبقى فيها ازمات الكارت الزكي النهاردة لو الجمعية بتاعتك الاسمدة او حصة الاسمدة خلصت تقدر تتوجه لاقرب جمعية ومن خلال الكارت الزكي او الحيازة الالكترونية تحصل على حصتك من الاسمدة بقى فيه مرونة بقول لحضراتكم اي معلومة محتاجينها بالنسبة للمحاصيل الصيفية معلومة ارشادية قناة مصر الزراعية على مدار اليوم بتتواصل مع حضراتكم بنجيب على هذه الاستفسارات فيه برامج مخصصة للتوصيات الفنية لكل محصول على مدار اليوم برنامج مصر كل يوم احنا بنناقش وبنسمع من حضراتكم وفيه ضيوف بموجودين معانا عندنا رقم الواتس ايب في خلال الحلقة هنعلنه لحضراتكم بحيث اللي عنده مشكلة بقول يكتبها او يصورها او يبعد فيديو صغير ده مهم جدا مهم ان احنا نتواصل مع بعض بسرعة اهمية المعلومة الارشادية لا تقل عن اهمية التوقيت المناسب اللي المزارع بيعرف فيه هذه المعلومة المعلومة محتاجة تطبق في معادها المناسب علشان يكون لها مرضود وجدوى ان شاء الله يبقى موسم ناجح وموفق برغم كل الظروف المناخية والتحديات المناخية اللي احنا بنشهدها لكن انا عارف ان الفلاح المصري وعند ثقة كبيرة فيه قادر على التعامل مع الارض الزراعية يمتلك موهبة وفن التعامل مع المحاصيل المختلفة